اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والحمد لله رب العالمين يعني انا اول شي اعتذر اعتذر من اخواننا في هوشة ونعتذر من الجمهور على تكسيرنا خلال هاي الفترة لكن اذروا ان بسبب الشغل والدوام بهدلنا شوي يعني والله للامان انا كنت مفكر انه ما في حدا سائل فينا يعني بالغيبة انه سوينا البودكاست وما سوينا مش سائلين بس شفت الشباب بسألوا انه كان بودكاست حلو خلوه مستمر ما توقفوا بنستفيد من المعلومات اللي بتقولوها والاخبار وهالامور فان شاء الله خلينا كل جمعة نكون ثابتين شو ما صار ان شاء الله ونحاول قد ما نقدر انه نكون معاكم على التواصل او بالذات يعني خلال هذه الفاترة لانا عندنا كثير من المعلومات وعندنا كثير من الاخبار اللي نبي نوصلها يمكن يعني في اشياء فاتتنا لكننا بنحاول نسويها ركافر بنقول لكم كثير من المعلومات اللي تفاجأنا فيها وفي بعض الاشياء مفاجأات صارت خصوصا مع اللي صار في طولة بريف وطولة آسيا خلال هذه الفاترة وفي اشياء انا صراحة كنت وايد يعني متفاق الخير لكن في عندنا بعض الاشياء محتاجين نسوي الهتونينج خصوصا مهماتنا العلامية ان احنا مو بس ننتقد بعد نعطي نقر رأينا طريقة حضرية او نوصل معلومة بحيث ان نقول ترى محتاجين هذه الشي حق تطوير هذه الرياضة في الوطن العربي بشكل عام يوسف لو حظت انت مثلا محتاجين يعني شلي ينقص المقاتل العربي في رياضات الفنوقة المختلطة شن الاشياء اللي محتاجين نحن نطورها ما اضنتي ما اضن انا انه يعني قصنا شاي كثير ما محتاجين اكثر احتكاك مع او مو احتكاك اشوف انا بعد شغف حق هاي اللعبة حبهم الحب حق هاي اللعبة وخصوصا ماري هل بعد احنا مقصرين من جانب اعلامي ولا لا انا ما قادري لكن انا في بعض الاشي قعد تحللها وماري هل تتفق معاي ولا نشوف رأي الجمهور ويا انا وين قعد تتحللها انت ما كنت معنا في البحرين يا اخي انا بجيك البحرين قلنا بنحضر بريف بنحضر بطولة البطولة الاسيوية للشباب ابدا ازاخستان شو رايح تسوي في كازاخستان الصادق والله شوف يعني هناك في كازاخستان دوجت لا لا دوجت انا وين هزت خلاص ما فيه نشات تخليني يرقدوننا بار اليوم في البيت اسمع رحيت انا يعني المهمة هي رسمية كانت مع الدوم فمنظم الاشياء انا حاولت اسأل عن طبعا للعب القتالية هناك وشديد وشفت من احسن يعني من اكثر اللعبات القتالية هناك شعبية عندهم المصارعة والسامبو والبوكسينج والحين خذت مكان مكانها رياضة الاميمي لانه وقت ما كنت هناك اليوم اللي لعب فيه رحمنوف وفاز فيه ايه كيف الجماهير هناك اللي تشجع رحمنوف جماهير شاقلك هما يعني حقا اتشوف الفايت اضطريت انه انا ادور مكان لانه بيكون يعني تقريبا الصبح احبطان على تقريبا الساعة 11-10 الصبح فالناص دوامات ناص ايه تنا دوامات مري ما تذكر شنو ما عندهم بس كنت اتشوف الفايت ما قدرت اتشوفه لانه اول شي UFC ارابيا ما تشتغل الريجنت هناك في كازاخستان فاضطريت انه انا اسأل او اتشوف الاخبار اللي تنزل بس بشكل عام اي احد اسأل اسأل عن رحمنوف يعرفه ويعرف الانجازات في شي غريب انا بقول لكم شي شفيت انا كان وايد عجبني اللي لبس رحمنوف يلبس نفس نفس الكبوس دي الكاب بس عليه ثعلب نفس الشعر ثعلب وعليه المراهضين للحقوق الحيوان ما بيعجبهم هل الأشياء هذه طبعا انا بحوتيك اي حصلته اوكي حصلته حصلته هنا في محل يبيع الأشياء الشعبية حق كازاخستان انتم تخيل انه هذي اللي لبسه رحمنوف ترجم سعره كم تقريبا 2500 دينار يعني تقريبا لا 25000 درهم 25000 درهم ليش هما اغتالوا في يعني عشان انه هو دي جلد تعلب حقيقي تعلب باكيد ايه تعلب حقيقي اه غالي نادر يمكن اللي يلبس دي اللي يلبس دي يعني هو يعني شو قل لفل شحباندر التجار اي 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 فهما حان نشوف رحمنوف انا يوم شوفيت النزار رحمنوف هو لوبسه وهو معرق و و السبتة كاب 10 دينار يالله الحمدلله على كل حال لكن عندهم جو جو بالضبط بالضبط عكسنا احنا شو نعكسنا يعني احنا نوصل مثلا بلس 40 اهما يوصلون لي ماينس 40 واو اي تخيل سلسية سلسي اي انا وصلت هناك وكان درجة الحرارة ماينس 16 يصالب 16 يصالب 16 ثواني وكان فيه هوا الهوا يعني الفيلنج يمكن نوصل لي ماينس 18 اذا فيه هوا نزيل فثواني توقف بارة انت ما تحس باطرافك وتبتدي يبتدي جسمك يحتز بسبب انه محتاج انه ندفي روحك الجاكيت اللي اللي لبسه انا الجاكيت يسمون الثورمال هذي خاص حق مينس 20 بس هذي شغلتش انه هو يستمد الحرارة من جسمك ما يخلي حرارة جسمك تطلع برا فلين وقفت انت وقفت الحرارة يبتدي البرد يديش داخل فلازم دائما حركة يعني حتى هما تشوفهم هما يشتغلون دائما يتحركون ما يوقف اذا وقف يبتدي الجسم ياخذ البرد بس المفروض يعني مثلا احنا عنا في الخليج في كل مكان في مكيفات فانت لو طلعت في اكثر الاوقات حرارة ما تحس هل هناك نفس الشي الدفيات في كل مكان هناك موضوع الدفيات اكثر من المكيفات يعني اي مكان تروح دفاية كل مكان بس تعرف انت درجة الحرارة ما بين الخارج والداخل واي رقع بعود فتخيل انت يصيدك شوك ان انت تكون في جو داخل معتدل وحار تقريبا يعني اللي جاء تفسخ الجوكيت وتتمي بتيشرت من الحر وتطلع برع مرة واحد يضرب فيك الهواء لذلك في عندهم دايما تحصل في باب وباب وباب فانت يهيئك الباب الاولي ان انت هو حق داجات حرارة عقل عقب حصل يوقفون شوي حق الجسم ما يصير صدمة لجسمك عليك نور حتى يعني التنفس يعني ما تخيل كمية مرة واحدة كمية بار جدا لعبت هناك لعبت معهم كورة اوكي تلعب كورة تحرك طبعا انت اللي عمرك ملابت كورة صارتك تلعب كورة عشان تدفى شوي او مو عشان شي كنا نصور في مدرسة نصور وحنا نلعب معهم كورة ما تخيل انه ما قدار تنفس لانهما فوق صايري ما قدار تنفس وهم عندهم عادي يلعبون انا ما قدار تنفس ما في كسجين وحس الكسجين يديش يديش شي بارد يعني اللي معاي صديقي صاد الجيوب الان فيه ضربت عليك بس هذي البيئة للتدريب هاي اللي بتخلي الكارديو صح شي خطير النفس الطويل اللي استمنى شي خطير شي خطير الله الحمد للإتراه فيه نعمة احنا فيه نعمة انا مصلت البحرين طلعت بتيشيرت الله محلة الشعورة ايه هناك تلبس تحت عندك عندك في شي يسمونه يعني التحت الملاصف حق الجلد وعقوبة يسمونه الميدليار عقوبة الجاكيت عقوبة الجاكيت لازم تلبس الماسك شي شي رهيب الله المستعر بس هناك مرات الواحد بصير نفس الدب القطبي بدك تتلحف مثلا بأربع لحافات وتم راقد ولا لا اخطب لك الموضوع شوف كاسياحة وتروح فاترة معينة الله حلو تحس بشي مختلف تهانت الفكرة لكن انك تعيش أول شي الشمس ما تبنوها ما تبني الشمس حسيت بقيمتها طبعا طبعا لا 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 خلنا انا انا حس روحي كما الضب لازم تخلني تحطني في الشمس والحر لا تخليني هلا الله انا انا نفسك نزين يالله حلو الحمد لله على السلامة نعم الحمد لله يالله يسالمك وان شاء الله ان شاء الله يعني احين نبتدي نرجع على المود خلال بعد يعني خلال الفترة ويكون عندنا بعد الفين و اربع وعشرين بدنا للواحد احد يكون افتتاحية يديدة لنا واهداف يديدة وارشياء يديدة بنسويها وبنطور في بعض الاشياء ان شاء الله خلال هذه السنة وخصوصا ان شقال على موضوع تصوير وما تصوير فبنضبط حتى موضوع البثمال نشو يكون ان شاء الله ان شاء الله والله بتعرف انا جبت عدة لئتات وامور زي هاي بس بعد ما عرف تركبهم هاي بس هيك حطيت كتجهيز عشان اعرف الشباب انه بالفين واربع وعشرين ان شاء الله هيك بترتب بستوديو صح بس شوي شوي ان شاء الله شيء مختلف وبيكون عندنا ترتيب وايد ممتاز وحين ان شاء الله يعني بنحاول بحاول بيكون بيكون لنا اياي حق دبي فانتلاقى معاكم انتلاقى معا وانسوي اياكم فيديو خلو ان شاء الله خلال هاي الفترة ان شاء الله بتنور الامارات الله يعني لا تشد باي نور نور القرعتك اي القرعة يوكي زين يلا الحين بنتكلم عن شسمه لحجوات اللي صارت في البحرين وحضورك حق البحرين وتقطيتك حق بريف ايتي طبعا في احداث صارت وانا بعد سويت لقاء مع احمد لبان وسويت لقاء مع جرح سلاوي وخدنا ارعوهم وخدنا افكارهم ولكن في بعض الاشياء اللي صارت في بريف ايتي على قولاتهم تأتي الرياح بما لا تشتهي السفون فالحين صار اللي صار معاونا شنه اللي صار في خسارة حق احمد لبان خسارة حق حسين عياد خسارة حق كذا مقاتل عربي وفي الدرباني الدرباني معاونا حاولت اطلع معاونا تخيل يعني عز الدين معموله بلوك بلوك وسبب معاونا بناذكر عنا ما فيني شادة بلوك لكن بسبب الاحداث اللي صار في غزة ومنزل في حسابه وصار بلوك عليه وما قدر يطلع معاونا معاونا عاونا انت انسان بتقدر تأثر وتقدر تسوي اللي تحب تسويه في العالم بس خليه داخل الله وحتى شسمه لو حض الموضوع يعني و هزياد ناس اللي تكلمون عن حرية الرأي وال استغفر الله رب العالمين يعني وهما وهما هزياد ناس يكتمون الناس المهم شوفي طويل عمر أنا أبدأ أقول لك انطباعي بشكل عام هيك عن الإيفنت اللي في البحرين وهي هاي الحلقة خليها تسخين منه من زبان ما مسكنا المايك فانسخن شوي للحلقات الجاية إن شاء الله طبعا دائما إيفنتات بريف يعني اللي أنا بروح عليها بتكون إيفنتات الأساسية أو اللي فيها مثلا مقاتلين عرب كثير موجودين بس أكثر شيء فاجأني كمية الجمهور صراحة يعني كان في عدد كبير من الجمهور موجود والكراسي الشاغرة يعني 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 بقدر أقول لك مثلا 85% بالسلام وطبعا هما كانوا مسوين نفس مسابقات سواء عندي بالصفحة عند كثير صفحات MMA إنه مثلا شارك وسوي تاق وخذ تذاكر يعني كان فيها شيء وكان في ناس بتشتري تيكتات وعلى البوابة كان فيه طبور كبير عشان الناس تدخل وكانت إفنت رائعة اللي كان ينقصها إنه الفريق العربي يفوز على الفريق البريطاني الإيرلندي هي كانت تقريبا أغلب الفايتات عربي ضد إيرلندي أو بريطاني صح فالشخص الوحيد اللي فاز على بريطاني اللي هو جراح السلاوي جراح السلاوي سوى أداء رائع يعني كان مركز ما بده يسوي قلط مرة تانية بتعرف في بي اف إل وهاي يعني كان مرة نفسي تهور أو بتعرف الجمهور بحب التهور هذا اللي هو اندفاع يكون الواحد أو بده يخلص الفايت بس في نزالات مستوى عالي انت لازم تكون يعني تنتقي الضربات اللي انت بتضربها وهذا اللي كان يسويه جراح يعني حسينام بلعب شطرانج صراحة مش أمامي في اللقائي قبل النزال أنا سويت ويا لقاء ويا جراح و يعني أنا جراح أول مرة أطلع معاه في بث مباشا فيوم تكلمت معاه يعني أنا توقعت جراح بإنجازات اللي سواها إنه عمره وايد كبير يعني توقعت جراح نهاية الثلاثينات أو في الاربعينات هاي توقعت عمره لكن هو طلع كيف يا أخي شكله كيوته لسه اي اثنين وثلاثين سنة لأنه أنا يعني أنا أكلمك حين ثلاثة واربعين فأنا يارس أقول أقول أوه أتشوف روحي لي حين كيوت يعني فأنا تكلمت معاه يعني أنت تكلم عن ثلاثين سنة وهذه إنجازات ودشيت معاه في نقاش طويل عريض حتى يعني تشوف من أكثر النص المتضررين من الجمهور جراح لكن أول ما قلت لأنا عن موضوع الجمهور سوني أثرون عليك لو تشوف الرد مالي رد جدا جدا عجيب يعني من الأشي اللي قال لها قال لأنا يعني وهذه أحترم رأي الجمهور وهذه وهذه شي طبيعي فيها العضو القتالي ورد يا أخي حلو رد حلو يعني فجراح قلت لها قلت لها تجهيزاتك حق المقاتل قال الحمد لله أنا جاهز والشدي فيوم سألت بعرش الفرق بين المنظمات يعني حين جراح كم منظمة كيج ووريور أظن ديزارت فورس كذا منظمة بيف كذا منظمة شارك فأنت استكلم وقلت لها شلي شلي تحس الفرق بين المنظمات قل يعني ويد أشار بمنظمة بريف يعني ما بأتكلم وأنا قاعد يسأل حق بريف أقول لكم كلام جراح بشكل أظنى ومن الأشي اللي سألتها بعد سألتها عن موضوع الكونتراكت قلت لها هل في منظمة المنظمات سوات لك احتكار بحيث أنها ما خلتك تحرك ما خلتك تسوي شي يعني سمعت أنني في بعض المنظمات تسوي احتكار على اللاعب فهي فهنت الفكرة رد يعني رد جميل جدا ودبلوماسي قال كل منظمة لها شروطها وقوانينها وإحنا كمقاتلين محترفين لازم نحترم شروطهم وقوانينهم لكن بشكل عام ما حسيت بأي منظمة أنهما احتكرون اللاعب قلت ودشيت في موضوع UFC بعض عقودهم شوية قوية وفي احتكار حتى على مستوى أن انت تشتل بس شما تلبس معا من تطلع اللقاء هش هش قوائد يعني فقال قال لا بشكل عام منظمات اللي أنا اشتركت فيها كلها منظمات فيها وما فيها التشدد هذي فأنا يعني تفاجأت بسلوب جراحة واستمتعت معاه في لقاء يعني مباشر وإن شاء الله تمنى ان نحن نسوي لقاء معاه مرة ثانية وكان المفروض انت اطلع معانا لايف ولكن سبب لانا كنا لايف على انستجرام فيوسف ما قدر يش معانا فجراح موجه لتحية والف مبروك على فوز ولأدوء المميز لها لك شي الاخر وهذا الانتصار العاشر في المنظمة كان خسران مرة من عبدول وفاز عليه بعدين يعني رصيد ما في أحلى من هيك يعني عياد لو حطنا ياد شوي نوزله حسيت كان في لحظات رافع دقنا شوي اي وشين ابكون وهذي وهذي الاغلاط ما نصير حين في خصوصا المحترفين المحترفين خطرين جدا أي ضربة تخسر مالك وصار يعني ضربة نكاوت بعد قابلت حسين عياد في البحرين ويلست معه وكان مجهز حق النزال ومنحسا ما يكون بس في الامامي الامامي ضربة واحدة ممكن تنهي أي نزال أو غلطة واحد فممكن لك يكون في بعض الأشياء قراها الخصم مثل بادهابت اللي صير ان انت وقت ما سوي كيك يعدينك تنزل فاللوحظ انه هو الخصم سوي كونتر حق الضربة في الوقت الصحيح الوقت الصحيح فمن شدي خسارة المقاتل البحريني حسين عياد وهذه خسارة ان شاء الله يرجع لنسالم فنتمنى على التوفيق وهذه خسارة ضيقتني بشكل شخصي لأنا تمنيت على فكرة حسين عياد من الناس اللي دربوني مويتاي ايه ايه ما شاء الله ايه والله يعني هو اكيد اتعلم منها الخسارة والخصم هذا على فكرة الريكورد صح تبعو 4-1 بس كان راكب معاي في الباص وإحنا رجعين على الفندق وقال لي عنده فوق العشرين فايت هو مسجل منهم في خمسة بس هو بقول لي لاعب يعني متعود بسأله انه كيف انك تلعب في ارض خصمك وبين جمهورة يعني ليش تكلمنا في هالموضوع سبحان الله لانه عكس اللي صار معه صار مع المقاتل المصري يحيى اشرف لما لاعب ضد محمد زهير اوكي اي فالمقاتل المصري قال لك انه من الاسباب خسارته انه يعني يحس كل الجمهور ضده قلت له اكيد يعني بس هي لعبة بالاخر اي صح الجمهور هيشجع المقاتل اللي من البلد نعم فهو فصار هيك فيه تتش بينه الجمهور فقال ما ركز وطلع من الفايت يعني خسر في الجولة الاولى هو استسلم من المقاتل المصري يصد يعني ترى يعني قلت الخبرة بعد توا ان شاء الله يعني يطلع من بلد في بلد ثاني هذي محتاجة شوية يعني اكثر خبرة بس صحيح بعدها شوف بقولكم قصة طريفة يعني لازم يسمح لي يحيى اشرف اني بقولها طبعا ما قلت الكلام التفاصيل اللي قاله بس انه هو عنده خبرة في المويتاي واللعب على الواقف يعني مشارك في بطولات كثير وهيك بس ينقص خبرة الامام اي بالذات الامام اي انه يلعب برا مصر فالمهم كيف بيقول لي قصة يعني كيف هو بتأثر من وجود الجمهور اللي حواليه يقول لي كان يلعب في بطولة ام اي في مصر والخصم يعني عادي هو الخصم بتضاربه فبعدين ولد صغير في الجمهور بعيد في الجمهور مسك غرشة ماء ورماها في الاكتاجون فكأنها اجت على يحيا جوا الفايت فتخيلوا هو جوا الضرابة اجت عليه وشاف الولد يرمى المي طلع من الكيج ورقض يركض يركض وراه هذاك يهرب الولد انه شاف انه الفايتر طلع من الكيج ومش متوقع لين ما وصلوا البوابة برا مادري في الارينا وضربوا انه يعني ليش ترمي عليه المي اطلع من الكيج اش حلوى هذه القصة وهذه ده مصورك ايو ايو ما يريت اه اذا فيه تصوير بس انا قلت له يعني هذا انت شو لك في انت ركز في خصمك شو ما يقول اللي برا يعني ما تخليهم يستفزوك عندك شخص واحد هو اللي هياخد الفوز منك هذيلا ما هيفوزوا هو بس هذا اي ان شاء الله مع الخبرة يعني بتغير الواحد لا قصة طريفة صراحة انا يعني ما صارت في اي منظمة منظمات يعني حتى حبيب صارت عقب ما فوز بالنزول بس في نص الفويت يبطل الباب ويطلع هاي شي ثاني هو يعني ما رجلون صارت نزيل عندنا خسارة احمد لبون احمد لبون بعد انا سويت ايا انتروفيو ويلاسنا معه في الفندق وكان يعني من كلام انه جاهز وسبق ان انا بعد تناقص معاه ان الخصم ماله في البث المباشر اللي تكلمت معاه ان الخصم ماله اقلبية النزالات تكون دايما فيها ground وفيها submission ويحب المصارعة فش كثر جاهزيتك عشان سألت شك كثر جاهزيتك عشان هذي المقاتل فقال انا جاهز وضبط كثير من wrestling ولكن بعد خسارتي كانت submission بarm bar فا submission بarm bar اخر ثانية بالفايت اخر ثانية نعم تعرف يعني اي اخر طبعا كانت لابسة صح يعني ما بقدر انه مثلا تقول خليه صبر ثانية وهنا بتشوف أهمية الثانية في حياة الإنسان حياة الأممي ايه والله يعني كان لو بعد ثانية بتنتهي بشوف قرار الحكام طبعا هو كان حتى خسران يعني بقرار الحكام بس بتظلحها أحلى من أربار ايش اللي صار في النظام والله يا طويل العمر البريطانيين اللعب الأرضي عندهم يعني قوي ما بيكون كثير خطر على الأرض بس بيثبت اللاعب بيكون فوقه بيضيع وقت الجولة يعني بيكسب الجولة بهالطريقة يعني كان البان يضرب بس هذاك بعد يضرب وهو مسيطر من فوق التلات جولات مشوا بهالطريقة يعني وبعدين بعد الفايت البان يعني لبراع المستشفى طبعا أول شي عينه يعني كانت كثير منتفخة ومسكرة كاملة عنده عين العين اليسار أتوقع وتوقعنا أنه يكون الخد عنده من كسر أو كذا بس سألتنا اللي معاه يعني كانوا في الكورنر قالوا لي كله تمام بس كان عنده كسر في اليد بعد الفايت أوكي فأنا ما أعرف كسر اليد متى صار معاه بالفايت ولا هل صار من الأرمبار هاي ولا صار قبل أوكي فالتفاصيل هذه ما أقدر تكلم اللبان وأشوف يعني بس يمكن من الأرمبار لأن الأرمبار كتير كانت لابسة أوكي على طول سوى تاب هو يعني كانت في الوقت الصحيح في أشي بعض الأحيان يعني نقول حق جمهورنا بعد هناك نتكلمنا نتكلم حين أحمد لبان حسين عياد نتكلم بشكل أنه أنتوا عارفين هاي المقاتلين لكن بعد هذي من الأغلاط اللي احنا ساعات نسويه أنه نتكلم أنه نفاهمين وننسى الجمهور لازم نفهم من هذين الأشخاص لأنه يعني مثلا حسين عياد وهو مقاتل بحريني ومن مؤسسي يعني رياضة الأمامي في البحرين وقاتل في كذا نزال على مستوى الهوى وانتقل عقبها في منظمة بريف حق مستوى المحترفين أحمد لبان أحمد لبان يعني 16 فوز خساير مقاتل لبناني يتميز بستايل حلو وستايل يعني مقارب أنا دايما أشابه بواندربوي تومسون ويستخدم الفوتورك والكيك ودايما ياده تحت فيعني فيه تحس فعلا نفسه اللي يتحرك على الواقف ودايما يتحرك ويكون خصم مش يعني صعب أن أنت تكون معاستاندوب فدايما خصومة يحاولون ينازلونها في الأرض فأخواني إذا شفتوا أن احنا مثلا تكلمنا عن مقاتل أو شيء تابون تعرفون معلومات زيادة عننا ممكن اللي احنا نقول حين من الأشي اللي أبو حاول ويوسف نطورها أن احنا ما نتكلم أن احنا فهمين بعض خلاص خلاصنا فنتكلم أكثر تفصيلا أو ندخل معلومات لأكثر حق الجمهور نفسه من الأشي يمكن أنا صديقي واحد في بعض المقاتلين احنا ما نعرفهم انتو تعرفون فهلانت الفكرة فلاني أن تكلمتنا نتكلم لازم احنا نشرح عنهم عقوب نبتدي نتكلم عنهم حق الناس تعرفش اللي صايف الضبط فأحمد لبنان يعني مقاتل لبناني ممتاز جدا ويتمارن في في أوروبا كرواتيا كرواتيا وعنده إنجازات جدا جدا جميلة لكن هذي النزال ودائما يعني خان هو يبون علينا أخونا أحمد لكن دائما خساراته دائما تكون في العرض فمحتاجين شو نطور؟ نطور الرسلينج يعني تيك داون ديفنس ونطور السبميشن فشو تقول عندي الموضوع؟ شو اللي بحتاجه أحمد حق نطور من مستوى في رياضة الأمميين صحيح وفي الآخر كل مقاتل في الأممي الهدف تبعه يكون يكون شاطر على الواقف شاطر على الأرض وأهم شيء نفس ما بيقول جراح لازم تكون بتعرف إنه وقت ما أنا حابب أنزلها على الأرض ونزلها وقت ما أكون حابب أطلعها فوق أطلعها إذا أنت عندك هذا الكنترول متى أكون فوق ومتى أكون تحت أنت بتكون أصلا حاسب ثقة بالنفس ومرتاح باللعب غير لما هداك فجأة بده ينزلك على الأرض ونت تحاول تنقذ نفسك وبعدين يعني يكون الخصم هو المسيطر وهو اللي بيمشي مجريات اللعب السلام كلام جراح جدا جدا جميل الروح حق عزي دين عزي دين درباني نعم عزي دين درباني مقاتل تقريبا تقريبا نفس خسارة أحمد لبان بقرار حكام طبعا هو خسر بس كانت نفس الشي ثلاث جولات يلعبوا شوي على الواقف كلنش على الكيج بعدين ينزلوا على الأرض يتمهم لآخر الجولة عزي دين درباني در من أقدم المقاتلين على مستوى الوطن العربي ولعب في منظمة ديزرت فورس ولعب في كذا منظمة والريال ريكورد مال جدا جدا جميل إنه كان 14 فوز وأربع خساير عزي دين درباني ترى اللي يشوفه أو اللي يشوفه في الكيج شخصية وترى إذا تسويه لقاء ولا تتقابل معه شخصية أخرى يعني شخص جدا مسالم وحبوب وطيب بيعها لكن هذه أخر الكيج شخص آخر اسمع جدا رهيب ومسلي ترى كان كان في الفندق أنا غرفة جراح اللي جنبي أوكي طبعا أحلى شي في الموضوع أني أنا بحب الهدوء وهو بحب الهدوء فما حد فينا أزعج الثاني بس أنا كان عندي من الصوب الثاني عائلة هذول جننوا سماي أول يوم وهم عندهم صغار ويصيحوا الساعة ثلاثة بالليل اللي صغار مش عارف يعني ليش شو بدهم يعقوهم من البلكونة ولا شي المهم وفي نفس الطابق كان موجود يعني الشباب الثانيين منهم عز الدين فعز الدين قبل الوي انزب يوم متصل فيه يقول لي تعال تعال كل عندنا مقلوبة فالمهم أنا بستفسر منه أنه الفندق ما في مقلوبة يعني البحرين من متى بدك تجيب فيها مقلوبة يعني فقال لي طبعا فرجالي بعدين واحد من الشباب يعني بتدرب ممي وهذا هو مقيم في البحرين هذا وخلاصين لبناني وخلاص في عنده تقاليد كل ما ييجي عز الدين على البحرين لازم الوالدة الله يحفظها جاهز له طنجرة المقلوبة يو سلام فقلت له يعني هاي المقلوبة يعني ما بتأثر عليك في الفايدو هي كالله يا زلمة شو بتأثر أنا بضرب المهم فإحنا طبعا أنا قلت ما شاء الله عليه شكله هذا هو البروتين الصح اللي محتاجه 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 المقاط بعد على الغدا نمدار جاب نفس البرياني ولحم أوكي والعيش مليان السمنة هيك دسم تعرف يعني بعد ما أكلت أنا سطلت ونمت المهم فاتصلت أنا في عز الدين قلت طالما هو بحب المقلوبة كذا يحب الطريقة طريقة اتصلت فيه قلت له تعالك وقال لي لا مش له الدرجة يعني أنت مصختها قال لي بعد الوين انس خلص أنت بتاخذ كارب نضيف بروتين نضيف أشياء فصراحة موضوع الويت كوت وكيف بعد الميزان كيف ترجع تبني وزنك بطريقة صحية ما تتعبك هذا علم كبير والموضوع جدا كان يهمني فكل مقاتل أشوفه أتكلم معه مواضيع الأكل سبحان الله كل مقاتل له طريقة مختلفة كليا على البقين ايه اوكي العلم واحد بس في الآخر انت فيه أشياء تتقبلها فيه أشياء لا فيه أشياء التعبة طبيعة جسمك شنو يوسف طبيعة جسمك يعني حين فيه في طبيعة أجسام ما تنزل بالطريقة مثلا يعني انت استخدمت سيستم دايت معين ناسبك أنا يمكن ما يناسبني طريق جسمي يخزن مثلا ما يخزن أشياء معينة فكل مقاتل يعرف طبيعة جسمه ويعرف انه هو شلي يحتاج بالضبط بس أنا حين فيه شيء ويد ملاحظة هل انت ملاحظة معاي ولا لا أحجام المقاتلين الأجانب صاير حجم أكبر من مقاتليننا مع أنه هم على الميزان طالعين نفس الوزن بس حجما زين في نيون ديشون الكيج تحس تحس أنه هم ما أدري الريكافري قال أحسن ولا في شيء علم ما وصل لنا ما أدري هل هل انت هل 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 أكثر ومع أنهم طلعين على الميزان نفس الوزن طبعا ما بعرف إذا يعني مثلا في الوطن العربي قليلة تشوف منظمات بتفحص على المنشطات أو بتكون عشوائية ناس قليلة بصطولات معينة حتى على مستوى المنظمات مثل بلاتوري وفسي كلها حتى نحن يعني المقاتلين مثلا الدخستانيين يونك حجامهم بعد يعني مع أنهم يستخدمون ويكات جدا قاسي لكن في فيه أشياء ساعات تشوف دائما حتى تسمع جو روغن ولا الجماعة دلين يقولون هجمعود هجمعود ليش شلي يسوون دلين حق خلال يوم يكبر الماس العظل يكبر حجم جسم كومت ما أدري ما أدري يعني حتى شوف مثلا في بي أف إل أسامة الصعيدي دائما في المنظمات العربية تحس الجسم مقارنة بأي موقات البلعب ضده في بي أف إل حسيت حجمه صغير مقارنة بخصمه أقول لك أقول لك هنا فيه فيه شي يسوون ما أدري شنون لكن إن شاء الله يبيل الموضوع زين إن شاء الله خلصنا خلصنا بريف 80 فيه عندني شيء ثاني تبتكلم عنه والله مش حاب أرجع كثير بالزمن طبعا إحنا إلنا شهر ما سوينا حلقة في بداية الشهر كان فيه منظمة M.E.F.C هي منظمة عربية في دبي بإدارة أخونا عمار الأحمد وكان أول إفنت إلها في 1 ديسمبر قبل اليوم الوطني في دولة الإمارات وللأسف ما حضرتوه لأني كنت مسافر بس إن شاء الله بيقولوا أتوقع بشهر واحد في البطولة الثانية عندهم إذا مش غلطان إن شاء الله حضرها إن شاء الله بدنا الله إن شاء الله وهل تكون البطولة في M.B.C. أكشن بتنعرض في قناة S.S.C. السعودية فيعني هاي المنصات هتزيد كمية الناس المفروض اللي تعرف ممكن في ناس هتعرف شو الفنو القتالية المختلطة لأول مرة من M.B.C. أكشن سبحانه يعني حتى شسمها بس بس همشي لا تنسى تحطي إيميلياتنا حق في بعض الأشياء اللي أنا بتكلم عنها وانت شوف تعليقك هو أنا سمي في بعض الأشياء العوائق اللي محتاجين نحن نسويها أو علاميا منصوب نحن محتاجين نضيفها وأتمنى اللي يشوف الحلقة هذي يقول لنا إذا هو في بال شغلة معينة أو ناس ما نحن نفكر بالضبط في العوائق الثقافية والنفسية في الوطن العربي نحن نحن نتكلم عن هو شيء عربية نتكلم عن الوطن العربي في أفكار خاطئة عن الرياضة أو الأشياء السلبية اللي في الرياضة في القطور المختلطة كثير يقول لك أن في نقول عنها أفكار خاطئة أو في معتقدات سلبية يعني تزعج المقاتلين تزعج حتى الناس اللي تب تلعبها إلى العرب القطور مثلا في بعض الناس يقول لك نحن نشوف رياضة عدوانية أو عنيفة أو غير حضارية وهذه يقلل من شعبية الرياضة أو يقلل من دخول المقاتل أو الناس اللي تب تشارك في العرب القطور أو الفنو في شيء ثاني حتى في جانب ديني تريد دي الشيء يعني في ضرب على الوجه في كثير من الناس يقول لك والله أنا أعتقد أن هذه الرياضة محرمة مع أن أنا ما سمعت فتوى موريش أن أنت سمعت فتوى أن هذه الرياضة محرمة ما أدري لكن ما سمعت فتوى أن نتحرم هذه النوع من الرياضة حيث أن أنت تقول والله هذه حرام لأن أول شيء ما توصل لمرحلة أن أن ما صار نفس البوكسنج في حالة وفيات والأشياء ذي كلها صار توفيات بسبب الويكات لكن ما صار بسبب ضربة ولا بسبب دي بشكل نادر جدا نادر يعني يصير سايد افكت مرحل نغير هذه النظرة الثقافية أو نغير هذه المفهوم شي نحتاج بالضبط يعني حين نقول لهم ترى هذه الرياضة آمنة ولكن في نفس الوقت لانتي تمرن اذا انت يوسف تمرنت رياضة امامي تمرينهم جدا خشن فهلت الفكرة مية بالمية اي فسويت لقاءه يحمد الكوهجي قال قلت له شم فارق بين التمرين الامريكية والتمرين الدخستانية لانه روح كذا معسكر ليقول ليقول انا ما بتكلم عن الفارق بين البلدتين كتر ما بتكلم عن احسن التمرين انا خدته التمرين اللي هي ترين سمارت مو ترين هارد حلو اي طبعا مع مثلا الدخستانيين انت بتروح وائد بتروح وائد شدي ممكن للتعور ممكن لدي بعض الاماكن يقولك لا انت تمرن بالذكاء فهني تغير شوي المفاهيم السلبية عن رياضة الامامي يفهم شوف بالامامي مثلا للشباب اللي عندها مثلا عيال صغار انت تقدر تشوف تطور الامامي من الصغر من خمس سنوات وست سنوات وسبع سنوات هذي اللي بصيروا يتدربوا يكون حاطط شين غارد وعلى راسه لابس نفس الهلمت هذه وحماية والقلافز اكبر بتكون بتلاقي حتى القوانين في الامامي بتختلف كل ما تكبر بالعمر وهو صغير ممنوع الضرب بالوجه كليا بس الضرب اللي هي من هنا لين البطن اسفل البطن بس ما تقدر تضرب مكان ثاني بصيروا يلعبوا مع بعض بصيروا متعودين على هالأشياء بشارك البطولات بهالشكل بعدين خلص انت حتى يعني مواضيع التشوك وهالأمور لأ الارمبار يدو بيمسكها الحكم بوقفها فبتكون رياضة آمنة لما يكبر شوي بصيروا يخففوا من الأشياء الحماية لين هذا البرو اللي هو بس بلبس بصيروا يضربوا ببعض بدون أي حماية فمراحل طويلة عشان توصل هالشي فانت ما تشوف البرو وتقول لا لا أنا ما بغير بدخل العيالي هناك لأنه بلاش ينزل دم منهم نفس توني فرغسون لا حبيبي عشان ابنك يوصل لهالمستوى محتاج فترة طويلة وصار عنده خبرة صار يارف فيهم نفسه انت راحيت حضرت بطولة آسية للهو وشوفيت شوفيت شكتر ناكاوت هل شوفيت ناكاوت هل شوفيت أنا لما حضرت يوم واحد حتى النوكاوت كانت يعني أنه خلص إذا أنت نوكداون على الطول يوقف الحكم ما يعطي فرصة أنه تكمل حتى لو أنت حاس أنه بقدر يقوم طبعا كل هالأشياء عشان أمن وسلامة المقاتل طبعا شوفنا مستويات كتير عالية في البطولة بطولة الهوا الشباب شوفنا يعني بالذات مثلا المقاتلين العرب كان الكورنرات عندهم مقاتلين العرب احنا بنتابعهم بنحبهم نفس فخر الدين غربي شوفنا من مصر كان في أحمد فارس أظن هناك كتير من المقاتلين جايبين الطلاب تبعونهم يلعبوا و يعني أنا شايف أنه فرصة هدول الصغار يعني جاي على طبق من ذهب أنه يكون مستواهم حتى أحسن من المقاتلين الحاليين الموجودين شفت مقاتلين لبنان الوفدي الأردني كمان البحريني الإماراتي يعني كان الكل رائع سواء أخذوا ميداليات أو ما أخذوا حتى لو خسروا كل الفويتات تبعتهم أخذوا خبرة في عمر صغير جدا هذا هيفيدهم لبعدين يعني أنت وأنت بتلعب هو ما عندك مشكلة أنت الريكورد تبعك يكون في خسارات ما هيكون هذا مهم أبدا لما تلعب برو فهذه فرصتك تتعلم تحتك أكثر بمقاتلين عندهم خبرة أكثر يعني تتقيف تتقيف الناس في طرفة أنها في أمامي حق الهو وتكون وايد تهيئ المقاتل حقي ووصل حق البرو يعني عندنا كذا مقاتل نحن عندنا في البحرين يعني محمد السميع كان في الهو حسين عيار كان يلعب في الهو يعني في كذا مقاتل في الهو في كذا مقاتل كانوا من الهو عقوب ينتقلوا حق البرو وشفنا أنهما مالهم جاهز يعني فمدرب مالهم يأخذ القرار أنهما ينتقلون من الهو إلى الاحتراف وهذه أنا أعتقد الترتيب الصحيح حق المقاتل إذا بي يركب خطوة خطوة بيكون أسلام له أنا أعتقد يعني أنه يعني يكفي ووفي في الحلقة هل في شيء أقول لك الشغلة بس بختم فيها اللي أنت قلت يعني طبعا كلامك مية بالمية في المقاتلة اللي بتمثل الفريق كي اتش كي البحرين سابرينا دي سوزا سابرينا نعم هذي مقاتلة يعني أنا شفتها أنديفيتد كانت كأماتشر عندها يمكن فوق العشرين فايت وكانت بطلة مرتين أظن في IMMAF ولعبت أول فايت برو في بطولة بريد ثمانين صح لعبت ضد مقاتلة هندية الريكورد تبعها ست انتصارات وهزيمتين نعم بتخيل يعني المقاتلة الهندية عندها خبرة ثمان فايتات برو وهاي سابرينا أول فايت برو تخيل الأودز والتوقعات كلها تقول أنه سابرينا بتفوز يعني واثقين فيها وفي إنجازاتها من وراء التو تشامبينشاب اللي أخذتهم في IMMAF نعم وفعلا جولة أودلا قضت عليها حسينة في فرق في المستوى مع أن أشوف هذه الريكورد مالها كام برو وشوف هاي الريكورد مالها الريكورد مالها أول نزال برو لها أول نزال بـ 29 ثانية أعطتها نوكاوت اسمع فرق شاسع حسيتنا بالمستوى مع أنه هذيك يعني مبين أنه أنت خبرة أكثر سبحان الله سبحان الله يعني هاي لو لابت تخيل لو لابت أول فايت بالUFC وكل الناس تصوت للثانية اللي بتكون مقاتلة معروفة وإحنا مثلا نصوت لصابرينا كان أخذت فلوس كثير طبعا يا جماعة نحن لا نشجع على القمار فهو حرام يا شباب ولكن مجرد المزاح فقط النية مواضحة إيه اسمع رحت رحت على لاس بيغاس أنا من من 20 يوم والله هناك مش طبيعي الوضع من أول ما توصل مطار لاس بيغاس أول مرة أشوف كزيانوهات جو المطار يعني عزك الله في الحموم ما يخلونك حتى تايلس في الحموم يا الله وبعدين يعني سكننا بفندق على الستريب نفسه في لاس بيغاس اللي هو أكثر مكان حيوي هذا المكان الذي لا ينام ناس صاحية فيه وبتمشي والكزيانوهات طبعا 24 ساعة فتحين والله سبحان الله بتصير تطلع على الناس اللي جايين من اليابان اللي من أوروبا الأمريكان وتعيسين هيك وبلعبوا على البلاك جاك وبلعبوا على الطاولات أنا آخر مرة أشوف راحة فيغاس كان في راحة UFC ما تذكر اللي كان أندرسون سلبا ضد دياز نيك دياز هذي كان ما تذكر UFC كم لكن أنا هذي كانت في 2014 2014 هتذكر زين راحة فيغاس وكن ساكن في MGM Grand في مكان الفايت أو أوكي أوكي رحت MGM Grand أحضر عروض السحرة هناك فكنت ساكن هناك وكان الجمهور البرازيلي في UFC دي أنا حاضر حق أندرسون سلفا هذي أول نزال عقب الإصابة يوم التعور ويا وايدمان فكان أول نزال الدياز يوم الدياز اللي مبطح على في نص النزال مبطح في النص مبطح هيك هذي لين الحين رقطة شهيرة في الجمهور أنا كنت في وصل الجمهور هناك يعني الجمهور البرازيلي شال الصالة وقعدها وسبها هاي الحركة يا الله يعني كان وعلى فكرة كانوا يعني لو تشوف البطاقة نفسه البرلم حين المقاتلين ترى حين اللي هما التوب 10 يعني سونتوس مقاتلين كلهم التوب 10 الحين كانوا في البرلم في دين نزال في بيجين لك اش كثير هما تطوروا يعني لا بس بس هو لا بدون أندرسون سلبا شنو نك دياس اي مو اخوه العود شاسمان نك نك دياس نك دياس عقب شاسمان سلبا لا حظة لا 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 انت بتأكد اي 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 انا رايح لشاسمان مش سلبا اخي ما لعب ضد بعض حسب لا يا يبا بنذكرها كليا نك دياس في UFC 183 في 2015 في 2015 آه اوكي هاي نو كونتست اوكي اوكي ليش صارت نو كونتست اه لا تنف فوز شاسم له لا ما تذكر شنو النتيجة لا بس هي اوبرتيند بعدين يعني بعد الفايت اظن اه ما عرف حدا عنده منشطات كان اي صار اي تنو الاندرسون سلبا منشطات اي معناتها اندرسون سلبا اللي فاز اي فوز اندرسون سلبا و كنسلوها عشان المنشطات نعم وهذه انا بتذكر البطاقة كشنو كانت يعني البطاقة كانت تخيل انت في الابريلم كار تيوغو سانتوس هذي كان في اول نزال في الابريلم وف هذا قبل ما يرتفع في الترتيب اي 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 كانش اسمي ميشا تيت تيوغو هيرون وودلي اي هذي وودلي اقولك ما حال يرع عنهم والله ايام اي 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 اه بعدين شوف لاس فيغاس مثلا ممكن يقولك انت في المول طبعا ممنوع التدخين اه فيه رولز كذا صح الاماكن اللي فيها كازينوها تقدر تدخن تقدر تحشش تقدر تشرب تقدر اي اي قوانين تعرف لو تقولهم جبولي لبن العصفور بقولك خلص خليك مكانك العب واحنا بنجيب لك الله الله استعلم الله الله الحافظة الله سبحانه وعليش بسموها The Sin City يوسف يلا طوالنا يلا ختم يلا يعطيكم الصحة والعافية اخواني وسامحونا على القصور وانشاء الله نشوفكم في حلقة قادمة كان معاكم اخوكم احمد الشروقي وعننا اخواني يوسف وانتمنى لكم انشاء الله الصحة والعافية ولا تنسونا في الكومنتات واللايك والسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله عافيك الشروقي طبعا بس نخبر الشباب الأسبوع الجاي كله ما فيه اي فايتات للعرب فاستمتعوا بوقتكم والحلق قد جاية هنقولكم عن كم من نزال هيصير على اخر السنة فكونوا على الموعد وبدنا تجيكم بالكومنتات شباب عشان نستمر وتكونوا اكبر حافز لنا الاستمرار انشاء اصبع على خير احمد الشروقي مساك ووردم عطار ياسمين شباب صبايا ايمان مسكين واكطار اهدى كتير حكت انت لما هوش يبدأ اسكت اشتركوا في القناة